موسيقى اهلا بكم معينا وحلقة جديدة من عاش ومالح معيكم توتو مراود وان شاء الله هنعمل نهاردة وصفات سهلة جدا بصوا بقى نهاردة اليوم كله اسمك هنعمل سمك وهنعمل ومجتملاته هنعمل وصفات سهلة جدا وبسيطة زي ما بتكلوها بالزبط في المطار طيب اول وصف معي هي ايه دايما بنسمع كلمة ورقة سمك ورقة لحمة ورقة فراخ ورقة سجوء هنعمل نهاردة ورقة سمك وشحرقتها لكم قبل ما شوقكم للموضوع هنعمل ورقة سمك بطريقة سهلة جدا وبسيطة هعملها بالسمك الفلي ممكن تعملوها إشربياد بلتي أي نوع سمك طازة مجمد حتى لو الباصة الأحمر والأبيض برضو يمشي في الوصف دي هيطلع طعمه حلو جدا مختلف شوية للألي يعني احنا دايما بناخد السمك الفلين ليه أو ممكن نشوحوا كده بشوية زيت وزبدة ونديره مثلا عصرة لمون شوية شبط وكريمة بس النهاردة هنعملو صانية طريقة سهلة جدا مش هستخدم فيه البوتاجاز بتدبيلة حلوة قوي تقدروا تعملوا نفس التدبيلة دي لأي نوع سمكة حتى لو عامل سمكة كاملة بطنها مفتوحة مش مفتوحة أي نوع سمك تجيبوه تقدروا تعملوا نفس التدبيلة بتطلع حلوة جدا مع شوية خضار كده ايه بيستوي معها تبقى طعمها لذيذة قوي تعالوا نشوف فرية سمك مقدرها عبارة عن ايه معاي سمك في ليه عايزة تقطعي القطعة بتاعة السمكة هي بتبقى طبعا على بعضها كبيرة ممكن تقطعيها حتة صغيرة ممكن تخلي القطعة على بعضها مثلا تقطع لتلاتة لاربعة على حسب الحجم بس ما تقطعوش صغيرة قوي لان الأسماك مش بتستحمل مدة تسوية طويلة فلو قطعها صغير على ما تستوي في الفرن هتلاقي ان هي اتهرت معي فيعني الحجم ده بالنسبالي مناسب جدا معاي فلفل أحمر وأصفر وأغضر تمام جزر حلقات بصلة 6 فصوص توم كسبرة مفرومة شبط مفروم ممكن أستغنى عن الكسبرة وأعواضها بالشبط والعكس على حسب نوع الخضرة اللي انت بتحبيها بس محس إن الشبط والكسبرة بيليوه قوي مع الأسماك عصير لمون حوالي مثلا إيه لمونة ونص كده كبيرة ملح وفلفل وشوية بهارات سمك وشوية مسترد بصو التدبيلة بتاعت النهاردة دي سهلة جدا 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 لو هعمل سمك فلي عادي مأني ممكن عمل نفس تدبيلة بالضبط ومسترد معطوم مع الحاجات اللي احنا نقاملها هعمله صانية هفتح السمكة قديها كده كم تشريطة بالسكينة وحشي التدبيلة دي والله يبقى عايتين تحط بطاطس ممكن نحط بطاطس ورق كده تحتيها ممكن نحط كوسة شفت برضو كان مطعم سمك في مطروح كان بيعمل صانية السمك أو ورقة السمك تحتيها شريح كوسة كانت حلوة بس أنا بالنسبة لي حاسة أن الكوسة مش ماشي قوي مع البحريات بس لو انتوا بتحبوها ممكن تحطوها ما فيش أي مشكلة تعالوا نشوف هنعمل ايه أول حاجة بصو بقى تطلع تعمها لذيذ قوي وسهلة وما بتاخدش وقت خالص ولا مجود ولا أي حاجة وفي آخر هتكتيه ورقة سمك مع شوية رز أبيض أو صيادية أو أحمر هتبقى الغدى بتاعي جاهز وتمام التمام تعالوا نشوف أول حاجة هنعملها ايه معاي عصير لمون تمام وهاخد المسترده تدي صعم حلو جداً جداً مع الأسماك وتوابل السمك تعالوا كده نجيب الحاجات دي عندي بدل ما هي في آخر الدنيا وتوابل السمك بما إيه أنا مش هعمله مقلي فممكن أزود شوية زيت ما فيش مشكلة على حسب ما تحبو زيت زتون أو زيت عادي برحبكم بس التدبيلة طالما مش هتتقلي فممكن نحط زيت عادي يبقى حطينا ايه زيت عصير لمون بهرات سمك والمستردة وهقلبهم مع بعض تقدر تضيفي بقى أي حاجة انت تحبين يعني عايزة حط بصل بودرة تون بودرة جنزبيل أي حاجة أنا بحبها ممكن نحطها عادي جداً ملح وفلفل نقول ازايك يا عفاف ازايك يا عمر انا بخير والله يطول منتو بخير انا عايزة طريقة السمك السنجاري السمك السنجاري عناية يا سلامت أمرين يا حبيبت قلبي نورتيني يا عمر طيب بصوا بقى انا هعمل ايه ركزوا معي هاخد نص كمية الجزر وهاخد بصلايا وهاخد الخضرة يا أستاذ سيد زي حضرك يا أستاذ سيد يا سيد ازايك ازايك انت يا حبيبي انت كويسة انا كويسة يروح قلبي طول ما انت كويس يا روحي وانا بحبوك اقد الدنيا قول لي يا حبيبي عايز اي وصفة قل كفتة مشوية يا سلام عيوني انت تؤمر يا باستيد هنقول او هننزل لو ممكن يا أميرة ناخد كفتة المشوية والسمك السنجاري طيب انا هنا حطيت ايه؟ حطيت التوم الخضرة وحطيت كمان فلفل احمر واصفر وحطت دلوقتي الاغضر الخلطة دي بقى انا هقسمها نصين تمام عشان تبقوا عارفين بس تفاصيل الوصفة ماشية ازاي او تتعامل ازاي عشان اكل ورقة سمك طعمة حلو ازايك يا الهام؟ انت عاملة ايه؟ ازايك يا عمر عاملة انت ايه؟ الحمد الله وحشاني جدا يا روح قلبي والله انت وحشاني اكتر لو صباح تكنت عايز اعرف معاد الاعادة وكنت عايز نصرف كامل الرقمك عنية طيب الاعادة بتاعتنا ساعة واحدة ونص بالليل تمام وما تقفليش هيحاولوك على الكنترول واخدوا رقمها نورتيني يا عمر طيب هنضرب كل الكلام ده مع بعض عشان اقسمه نصين نص هحطه تحت وفوق نص هتابل بالفراخ السمك كويس قوي تقليبة كده يا ام طارق يلا انت فين بقى من مبارح انت فين خدت غياب مبارح يا روح ايك انا بقى اللي مقصرة المراضي انت اللي كان عنتي حق اعرف ايه انا قلت بقى انتي سافرتي ولا حاجة وسبتيني انا قلت بقى انتي سافرتي ولا حاجة وسبتيني ايه لا روحتي فين يا مطار روحتي فين انت برجع يكلميني تاني اه هضرب الكلام ده كله مع بعض الفلفل مش متقطع صغير فمحتاج ايه شوية فرن ايه يا فلفلاء واحدة تعالوا كده نقطعها ونقول ازايك يا هنود يا هنود ازايك يا ربي خليك انا بحبك اوي اوي والله العظيم كننا انا وماما وانا اختي بنتفرج عليك اوكسن بالله في الاعينة كمان يا ربنا اتخليك يا روح قلبي دايما وراني يا هنود وانا بحبوك قد الدنيا والله مرسي انا جربت طريقة الكابسان بارح اتمنى على اليوتيوب بقى وانا بعملها اه تلات حلوة اكيد حلوة طالما من ايدك يا روح يا ربنا يخليك يا هنود انشاء الله جربت كمان السمك النهاردة انشاء الله يروح قلبي بقى الفهانة على قلبك وتعيشي يا رب وتعملي كل حاجة حلو تعالوا نكمل الفلفل مش عايز يتضرب ده خلاص بس كده رحت التدبيلة دي بقى وهمية خلاص اخر واحد بس كده الله بصوا بقى دراجة الفارمت باعتها التدبيلة دي طعمها بيبقى حلوة قوي ممكن على فكرة نعملها للسنجاري يعني ممكن احط السمكة زي الكتاب كده مفتوح وازوت شوية زيت وحط الخلطة دي وعصرة لمون ودخلها عندي الفرن تبقى زي الفلطة انا هعمل ايه في الخلطة دي بقى تعالوا نشوف بصوا هاخد هاخدها ملح والفلفل ومقلبتش حطيت معلقتي كم بقى اهو ايه دي الملح والفلفل هاخد نص التدبيلة دي تمام كده ميشي والكفتة كمان على الشاشة لحبيبة قلبي اللي طلبتها اصلا ريحة التدبيلة طحفة المستار ده كمان مع شوية الاضافات اللي حطناها مع توابل السمك طلعها حلوة جدا جدا وطعمها مميز اوي بصوا شايفين والسمك الثنجار اهو يبقى كده جاوبنا على كل الوصفات اللي طلبتها هاخد بقى شرايح السمك كده وتعالوا خلاص تعال نشيل دي نلبس جوانتي بقى عشان نتدبيلها كويس اوي ايه بقى حطيت ايه شوية خضار ما عنديش فلفل اه الوان ممكن عايدي استخدم فلفل اه الرومي بتاعنا او فلفل حامي كمانا هتبقى برضو لطيفة اوي لو انا مش عايزة علي التكلفة واجيب فلفل الوان فهتمشي برضو من غيره هتبقى زي الفط بصوا بقى جميل لون التدبيلة عامل ازاي عايزين تسيبوها مثلا ساعة بالكتير قوي هتبقى حلوة جدا وتبقى اه خدت من الطعم التدبيلة دي زيك يا رودي ازايك يا امر عامل ايه حبيبة قلبي كويس انا احبك جدا يا ربي يخليك والله وانا بحبك وقد الدهن يا ربي يكرمك ويخليك يروح يسلمني قلبك كمان جربت الكبسة فاني جربت الكبسة عامل شغلة عالية بقى من مبارح تسلمين وقربت الدروس اللي انت كنت عاملها جنبه ده بادي جربتها عجبتك جدا بقى الفهنارة يا رب دايما تعملي كل حاجة حلوة من ايديك نعم يا رب تعملي كل حاجة حلوة من ايديك يسلمني عمرك يروح نورتيني يا جميلة انا شايف ان الكبسة عاملها يعني صادع حلوة من مبارح الحمد لله تعالوا نشوف هنعمل ايه بقى والله يبقى عايزين تزودوا شرايا الخضار ماشي انا بالنسبالي بحط الخلطة دي تحت وبحطها فوق بحس تبقى السمكة متبلة بشوية الخضار بالتوم بالخضرة بالكلام ده كله وكمان فيه خضار تحت زيادة وفيه خضار فوق زيادة الخضار ده لما السمك بيستوي وبيبتدي يتاكل مع الرز بصه بيبقى تحفل بقى حلوة جدا جدا وطعمه بيبقى مميز وهتتخنق عليه قبل السمكة يعني السمكة هتبقى حلوة برضو بس الفكرة الخضار المستوي من خير السمكة بتبقى حلوة قوي وتبقى طعمها جميل تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه وازاي يقفلها ورقة سمك عشان تطلع معي مظبوطة وما تطلعش اي بخار وبردو اقفلها كويس عشان تستوي في مدة وليلة مش هعملها منها نسخ فان شاء الله تستوي معي على طول نجيب بقى ايه انا هعملها في ساق بصراحة فهحطوا شوية من الخضار تحت قبل طيب نحطها بس يا فامي في الفرن ايا حالة معلقة حط ورقة فويت اهي ورقة فويت تانية واحدة كده واحدة كده تمامه هقتل عليها كمورها كويس جدا عشان تبقى مظبوطة معي ورقة زبدة وهعمل ايه بقى هحط دلوقتي الخضار بتاعي تحت سواء الخضار متقطع او مفروم او بقى الخلطة اللي احنا قلنا عليها بس الخلطة زي بجد بتدي طعم حلو او طبعا تضغوطوا الملح عشان ما لقيش ان الخضار اه ما فيوش ملح بعد كده بصو بعملها كده ايه رضية مع الجزر عايزين بقى تحطوا بطاطس تحطوا بطاطس في المرحلة دي واخد السمك رح تتبيرها روعة وانزل بيهن يبقى عندي الخضار والسمك على الوش وباقي الخلطة بتاعت الخضار رحطها برضو على الوش وتبقى جاهزة على التسويط طبعا السمك مبيخدش اصلا وقت في الفرد يعني بالنسبالي نصف ساعة وهيبقى جاهز وتمام التمام بدون اي قلق انه ما يستويش عايزين ما تقفلهوش بورق زبدة وورق فويل ممكن برضو مفيش مشكلة ناخد بقى باقي التدبيلة نحطها على الوش نحط بقى شرايح لمون شرايح فلفل لو انتم حابين تزودوا الخضار برحتكم خالص بس انا عملتا لكم زي ما بعملها في البيت ودايما بيطلبوها مني بنفس الطريقة بزي هروح بقى قفل الكلام ده كله كده واقفل ده كويس قوي مش عايزة بس اي بخار يخرج عنتي عايزة هتبقى مقمورة كده زي ما بنعمل فرقة اللحمة بالضبط نقفل كده ميش زك يا سليم زك يا حبيبي سليم ازايك قولي روحي معاك مالك لسه مصحيتش شكلك يا سليم طيب ارجح تكلمنا تاني هناخد فاصل سريع ده خلا فرن سخنى على ٢٢٢٠ لمدة نصف ساعة تطلع معايا ان شاء الله في اخرى الحلقة تشوفوا شكلها سدوية وتمم تمم ناخد فاصل بنرجع عليكم على طول من الداخل رجعت لكم بعد الفاصل مغبتش عليكم ودخلنا ورقة سمك الفرن خمس دقايق ده وعشر دقايق نتدي نشم بقى الروايح الحلوة بتاعت التدبير طيب اي مطعم بحريات بنروح اول حاجة عنينا بتيجي عليها بعد شربة السيفود اللي عملناها مع بعض اعتقد من اسبوعين هو او هي المكارونا بالجنباري والصوص الابيض وشوية شبت كده المكارونا سهلة جيدة وبسيطة مش هتكلفنا غير شوية الكريمة وشوية الجنباري اللي هنجبه ممكن طبعا اقلل الكمية ازود الكمية ده برحتي يعني او على حسب الميزانية انتي مثلا ممكن تجيبي حتى 100 جرام وتفرميه بالسكينة خشن هيرمي معك كمية كبيرة بس الخطوات هي الاساس عندي لو زبطت الخطوات باقل الكمية الجنباري هتطلع برضو حلوة من ايديك ونسأله تعالوا نشوف المكارونا بالجنباري مقدرها عبارة عن ايه معايا 600 جرام مكارونا مسلوقة اي نوع مكارونا عايز تعمليها مكارونا سباكاتي تعمليها مكارونا قلم تعمليها المكارونا اللي هي الشكل اللي انتو هتشوفوه دلوقتي اي نوع مكارونا مش هفرق بالنسبة لي المهم من المكارونا تبقى نوع حب اسلوقها من 8 ل 10 دقايق لاني لسه هسيبها تستوي شوية في الكريمة عشان تشرب الطعم بتاعها طيب عندي ايه تاني معايا ملح وفلفل ومعايا توم بودرة 3 معلقة كبار من الزبدة معلقة مليانة يعني معلقة مليانة هرمية مش معلقة ممسوحة معلقة اكل العادية زيت ومعلقتين كبار من الدقيق كبايتين من الحليب كباية من الكريمة فلفل الوان مفروم وشوية شبط مفروم وبس كده بس المقادير دي بسيطة قوي بس بتطلع عليك شوية مكارونا بالجنباري طعمها حلوة قوي قوي وانا قلت الحقق وباقي احنا لسه اول شهر فممكن نشتري شوية جنباري صغيري مش بازل نشتري كمية كبيرة تعال نشوف هنعمل ايه اول حاجة طبعا الووك بتاعتي سخنة يعني لازم تبقى سخنة عشان ايه الموضوع ينجز معايا محاسش انا هعض وهنام جنب التاصل طيب تعال نشوف هنعمل انا هنزل هنزل بحتة زبن بس بس كده زي الفلطة طالما نزلت الزحلائك كده على طول يبقى الدنيا معايا تماما انا مش هتابل الجنباري قبل انا الجنباري هتابله هو على النار باقل بوهارات ممكن تتخيلوها انا سايب الديل وبتسئل السؤال ده دايما ليه سايبين الديل بتاعي الجنباري والله شكل ما اكتر لو مش حابين شكله بس هو بيطلع شكل حلو على فكرة اكتر من لما يبقى الديل متشال ممكن تعمليه مخلي خالص برحتك على حسب منسي حبة تشوفي الشكل في الاخر لكن انا بالنسبالي بحس ان ده بيفضل شكله حلو في الاخر فبنزله بتابله بملح وفلفل اسود نزود شوية فلفل اسود مش كتير برضه عشان ما يغمقليش اسود مش شوية الملح انا بشوح الجنباري الاول لوحده وبعد كده بعمل الصوف بعد ما بشير الجنباري ليه؟ عشان ما لاقيش ان الجنباري استوي سوي زيادة فحسيت ان هو بقى ناشف او بقى بيعض معي لان الجنباري ما بياخدش مد تسويه خالص يعني خمس دقيق ستة دقيق بكتير بيكون مستويه زي الفل لو زودت المد يعني انا لو سوته هنا ورجعت ركبت الصوف عليه وسبته على النار تاني مع الماكارونا هتلاقوا في الاخر ان الجنباري بقى حرفيا بتاكلي حاجة اه زي الكاوتش بالزبط فاحنا مش هايزين بوز الجنباري اللي احنا جايبينه وامشوا معه الخطوات بالزبط طيب يبقى تابلنا بايه؟ ملح وفلفل وشوية من التوم البودر عايز تحط شوية بابريكا ممكن على حسب ما بتحدي وهزود شوية زيت بس بس بسيط مجرد بقى ما لاقي لونه اتغير وابتدت الجنباريه تقفل شوية على بعض ومش تقفل اقوية ما سبهاش تقفل كده على بعض ما شبان عندي الرسم الدين فلازم اسيبه بالزبط خمس دقايه سات دقايه هتقمستيو معي وزي الفل يعني لما لاقي لونه ابتدى يدخل في اللون الورنج الحلو ده هروح رفعه في طبق جنيبي وابتدي اركب الصوص معاكم الماكارونا دي فيها حاجة او فيها برضو يعني تريك بسيطة ما تتعملش وتتركن لعندي ماكارونا وعندي صوص قبل فانا لو جيت دلوقتي حطيت الكلام ده كله وسبت الماكارونا بعد ما غليت شوية مع الصوص وركنتها ساعة هتلاقيها مسكت في بعض عشان اجي سخنها تاني هتطر زود كريمة مش حليل او مية متزودوش لبن يعني يا مية يا كريمة هتصبت معي بس هاتك كمية زيادة فانا الماكارونا دي ما بتتعمل او ما بعملها في البيت بعملها وتتاكل على طول ما تقعدش عشان كده حتى ما تعملوش كمية كبيرة فعملو على الدكو عشان ما تتركنش او تقعد في التلاجة التاني يوم مش بتبقى حلوة ده عموان على فكرة اي ماكارونا فيها صوص ابيض يعني الاحمر لأ اللي بالريت صوص لأ عادي ممكن بتقعد وده في ناس تاكلها ساقعة يعني على حتب بقى من تحبيه شايفين بقى لانا كنت بتكلم فيه يعني ده دي اقتين بالضبط وهبتدي ارفعه في طبق جانبي اه ما عندناش حلويات النهاردة للأسف احنا عاملين صبيت وجنباري اه مش عاملين حلويات نعمل حلويات ما نعمل عصير والله نعمل لكم يعني انا ليه ما حبيتش اعمل صنف حلويات النهاردة تالي عندي بقرة حلويات عشان تبقى الاكلة كلها الحاجات او الاصناف اللي انتو بتطلبوها بر يعني احنا بنروح مثلا اي مطعم سالك حتى لو مرة كل 3-4 شهور اول حاجة بنطلبها الماكارونا بالسيفود او بالجانباري وطاجن الصبيت اللي هنعمله حرقتلك الوصفة هو وشربة السيفود والسيفود عملناها مع بعض من اسبوعين ممكن تلاقوها على يوتيوب هتلاقوها مش ممكن هتلاقوها على يوتيوب سي بي سي صفرة كل الوصفة بتنزل عليه عشان باريخ خلصت الحلقة ولقيت كمية اسئلة فين يا توتا الوصفات الوصفات بتبقى فين الوصفات على يوتيوب سي بي سي صفرة كل الحلقات من اول الهوى بتاع الصبح سهل ان انتو تشوف مثلا عايزين الماكارونا بالجانباري فهلاقي الماكارونا بالجانباري يعيشه مالح توتامورو موجودة كده ايه مقطع تلات اربع دقيقية تخدي منه الوصفة بكل سهولة انا بقى هرفعه في المرحلة دي هو ممكن يتاكل على كده او ممكن يتاكل على كده للناس اللي بتحب العضة تبقى قوية فيه ممكن يكلها على الشكل او المرحلة دي هاجيب بقى طبق تعلو كده خلاص نشيل ده مش محتاجينه ونجيب الطبق ممكن كمان تحط شوية جنزبيل بيبقى حالو لو بتحبوا طعمه لو ما بتحبوش خلاص يلا بنا اهو زكية فريدة الحمد الله عامل ايه امر الحمد الله انا عايز اكلم من الشيف انا انا توتة معاك يا روحي انا معاك يروح قلبي مش انا 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 احبك انا بحبك اول يا ربي خليك والله او انا بحبك اقدي الدنيا انا عايزة وصل قوليلي عناية ليك انا عايزة كيك عايزة كيك بالحلويات كيك بالحلويات يا انا كيك عايزة كيكة فانيليا ولا شوكالاتة وصلت تعالوا ننزل بمقدير كيكة الفانيليا وهقولك تشيلي ايه من المقدار وتحطي بداله كاكاو عشان لو انت عايزها بالشوكالاتة ملحبتش اعرف انت عايزها بانهي طعم فيه طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه انا حطيت زبدة تمام وهتسيح بس حاجة بسيطة هنزل بايه بالفلفل الالواني انا حطيت بقى توم بودرة في الجنباري فانا ممكن محطش هنا توم لو انتو بتحبوا طعم التوم قوي يبقى لما انزلت بالزبدة وحط معلقة صغيرة من التوم المفروم يا دوبك تنتوفة كده اللي هي تبيض بس معايا هروح مكاملة بقى الخطوات بس انا حطى بودرة هنا فمش عايزة التوم يبقى كتير بعد ما انزلت بالزبدة هنزل بالفلفل الالواني تقلبتين تلاتة مش كتير انه مش عايزة لونه يتغير او بمعنى مش عايزة الفلفل يتبل معي لانه لسه هيغلي مع الكريمة فملاقيش ان هو لونه بقى بهتان كده ومش حالو رشة ملحة بسيطة مش كتير لان الجنباري عندي متاب المظبوط ورشة فلفل اسوى طيب دي مقادير كيكة الفانيلي او كاب كيكة الفانيلي نفس المقادير مفعش اختلاف عندي كوباية ونص دقيق نفس المقادير بالزبط الكيكة الشوكولاتة بس هتبقى كوباية وربع من الدقيق وربع كوباية من الكاكاو الخيم او كوباية من الدقيق ونص كوباية مكس بين الكاكاو الخيم والكاكاو اللي بسكر وممكن كمان ازود معلقة صغيرة اهوة سريعة الزوبان وزود رشة الملح لانها بتعزز جدا طعم الشوكولاتة تبقى حلوة معي وزي الفل انساء الله الفلفل اهو عندي شغال زي الفل يعني زي ما قلنا تقلبتين ثلاثة وهبتدي انزل بالدقيق بس انا نحتاجة زود الدقيق فهجيب حالا البولة اللي فيها الدقيق ونزود مع بعض انشان بس قامل يزبط معي الريح تخفى يعني لسه ما عملناش حاجة والريحة حلوة ناخد كده ايه شوية بسيطة من الدقيق الدقيق معي بالضبط تلت اه معلقتين كبار من الدقيق تمام بس مليانين يعني معلق هرمية مش معلق ممسوحة بس الدقيق تشوح حاجة بسيطة مش كتير برضو عشان ما هيغمقليش لون السوس وروح حاسيت ان يمحتاج شوية زيت وغنانين هزود حبة صغيرين خالص معلقة مثلا كبيرة خلاص كده تمام ورح تديه بتدت تخرج عندي بروح بقى طافية بالكريمة والحليب مع بعض الحليب فاتر طبعا مش دافي ولا سخن خالص عشان ما هيكالكعش معي الدقيق كده وروح حط الكريمة ممكن محطش كريمة على فكرة يعني ممكن تكتفوا بالدقيق بس ممكن هزود مثلا معلقة كبيرة من القشطة واضربها مع الحليب هتزود عندي دسم وتبقى لطيفة بس الكريمة عموما مع الجنباري بتدي طعم حلو بتدي دسم حلو لو متاحة متاحة مش متاحة خلاص استغني عنها خالص هاستنى ايه بقى؟ بس يبتدي يغلي عشان الطمن دي استوا بروح بعد كده نازلة بالمقارونة وبالجنباري ورشد الشبت دي تبقى في الاخر عشان يفضل لونه مزازة وحلو فاقولوه لو حابين تاخدوا فصل انا جاهز والولي حط كده ايه؟ اخر حتة زبنة دي يلا بينا هناخد فاصل سريع ونرجع عليكم من تاني كون السوس بتاعي ابتدى يغلي وننزل بقى مش هنزل بالمقارونة والجنباري إلا لما نرجع على طول فاصل ونرجع عليكم من تاني رجعت لكم بعد الفاصل هاي شوفها لسه بقولكم يا دوبك هاي هتبتدي تشاكشك لازم اتطمن انها غلية لي عشان طعم الدينية الناية يبقى مش موجود فبالنسبة لي هنزل المقارونة والجنباري بس بصوا نعومة الصوس انا لازم هرفع لكم بمعلاقة مش هرفع بديها شندي دقت بيها بصوا القوان بتاعه مع الفلفل المزاه زي الحلو شايفين السمك بتاعه روعة لو جربتوا المقارونة بالجنباري بالطريقة دي مش ممكن تغيرها ولا بقى تقتنى بقى اي حاجة تعنيه يلا بينا هاخد بقى الجنباري اهو وهدي بقى النور ينزل اتدلع كده بالمرقة الحلوة اللي نزلت معادي ما تسيبوش نقطة واروح جاي دي تقليبة الاول ممكن بقى انا اعمل ايه اعمل طاصة جنباري بالكريمة والجبن اروح واخدى الكلام ده من غير مقارونة واروح مديالا وش مترلة ومدخلا الفورن يبقى وتجيبوا وعيش محمص بزبدة كده وشوية توم وتروحوا مغمزين كده بيه زي الدبنج هيبقى خطير فهي يعني ايه ممكن تعملوا كده حاجة من نفس الطريقة دي هاخد بقى المقارونة اهي فين المعلقة الكبيرة اهي وادي المقارونة هشوف هنزل بالكيمياء كلها ولا لا لان انا بحب السوس يبقى كتير بحبش المقارونة تبقى ناشف او لا بحس ان دي حلوة كده معايها مش عارفة لي نفسيا وهدي بقى النور شعرايا خالص واسبها خمس دايش كده كنت بقول لكم ما تتكوش على المقارونة في التسوية عشان لسه بتقعد عندي تشرب مع الكريمة لو احتاجت هزود شوية مية صغيرين يا مية يا كريمة زي ما اتفق وحط الشبت بس بقى الشبت دلوقتي عينزل يعمل شوية ميكس كده لون مزهزة خطير او وعدكم ان انتو هتبطلوا تاكلوها من برا يعني ان شاء الله لو جربتوها بنفس الخطوات بنفس التفاصيل مش ممكن تاكلوها من برا تاني مش هتقتنعوا هتقولوا لا احنا بنعملها احلى مليون مرة من برا هعمل ايه دلوقتي هنقل المقارونة هنا الناحية التانية وهدي نار واسبها بالزبط بالزبط ست دقية يعني عندي ساعة كما هي خمس دقية بالزبط يعني واقفل عليها ونبتدي نقدمها مع بعض نغير بقى ده مكان ده لو انا راح تقدمتها على الحالة دي هتحس ان المقارونة فاصلة عن السوس هتحس انك مش بتاكل مقارونة مستوية او مكملة العشرة في المية خمتشوف المية سوى اللي فاضلين في الكريمة فهتحس ان الطعم فاصل لما بسيبها شوية وده كمان على فكرة المقارونة بالسلسل برضو لما بحط المقارونة على سلسل حمراء بسيبها بهدي نار خمس دقية سبع دقية تبقى عندي زي الفل نهدي بس النار كمان شوية بس كم تفضل تبك بك هنعمل ايه الوصفة الجاية تعالوا بس نشيل حاجتنا ونشوف هنعمل ايه هنعمل طاجن صبيت وازاي اصبت طعم الصبيت انه ما يطلعش معايا قاسي او يطلع عنيش في كده تحت سناني وانا باكله يطلع دايب ومستوي واخد توابل بسيطة جداً وشوية خضار وفيه شط شط لو انتم مش حابين هنستغنى عن الفلفل الحامي اللي هنقوله في المقادي طاجن الصبيت بالخلطة تعالوا نشوف معايا صبيت مجمد او انتم جايبين وطازة من السماك او سوق السمك عندي بصل مفروم وتوم مفروم فلفل الوان مفروم ممكن بقى انا اخد البصل والتوم والفلفل واضربهم في الكبه مع بعض هلا بيلا كده مرة واحدة بدون ما ايه ازهق نفسي يعني ممكن تعمله ده زيت كبايتين عصير طماطم شوية عصير لمون حوالي معلقة كبيرة او عصير لمونة وسط فلفل حامي اختياري لو انا مش عايزة الطاجن مش شط شط هستغنى عنه خالص فلفل حامي ملح وفلفل كامونكوس برا كرفس مفروم انا زي ما انتم عارفين او الناس اللي عارفاني ماليش في الكرفس فيش بيننا عمار لكن في الطاجن ده يعني حرفيا بيفرق جدا جدا فراسة طعمه مش بيبقى ظاهر قوي لان عندي تماطم لكن لو حطته الواحده مثلا في حاجة زي المكارونة اللي بالوايت سوس والجنباري لأ هحس بتعم الكرفس هاي بطعمه مقبول لكن الكرفس يعني مش بحبه قوي بصراحة فيها لا لو عايزين تحطوه ممكن تحطوه طبعا حسب زوقه طيب هاخد شوية زيت وسط ما صوت شكشكة فانا ممكن هاخد نظرة برضو على الفرن انا مش هعرف هافتح طبعا بس يعني ممكن نهدي النار شوية عشان ايه ما تتلسعش من تحت او تتحب هنعمل ايه تعالوا نشوف عندي زيت بصل طوم فلفل الوان والفلفل تشوفوا بقى سطولة شوفوا الموضوع ازاي ساق والكرفس مش كتير او يبقى حاطيت ايه كل الخضار اللي احنا قلناه طوم وفلفل الوان وبصل وكرفس هزوت بس شوية زيت بسيط عشان يطلع معايا حدا وندي تقليبة كمان للمكارونة ريحة في حتة تالية قابل يعني الوق دي عارفين اللي هو ايه عايزين نختم وايه بكل واحد معلعته ونوع بعد انطالك ناكل سوا هقدمها بس انا مهدية النار ليه مش عايز اقدمها غير لما نيجي نختم عشان ملاقيش ان الكريمة عملت اشرة او سوس نشف او كده فهنصبها ان شاء الله واحدة بنختم على طول عشان كده هديت النار شوحت عندي كل الخضار اللي قلنا عليه انتدي بقى انتبلوا بملح فلفل اسود وكمون وكسبرة جربوا بقى الطريقة بتاعة الصبيت هتعجبكم اوي اوي وتطلع معاكم مميزة في ناس بقى بتنزل بالصبيت الاول وبعدين بتحط الخضار فبالتالي انا شوحته مدة الواحدة وبعدين نزلت بالخضار فاخد مدة زيادة تانية تشوح وحط طماطق ودخله الفرن يبقى اخد مدة زيادة في الاخر هتاقي اجمالي مدة تسويه كتير اوي فعش كده باجي بكله بلاقي ايه بيعود او بلاقيه ناشف جدا تحت اسناني فمش بيبقى حلو يعني دايما من الاصناف اللي ناس كتير بتبعد عنها بتحس ان ايه مش هتظبطه زي بره مبنيجي ناكله بره بها انت تمسكي السبطية كده بتحسنها ايه ولا محتاجة شوكة ولا محتاجة سكينة ولا محتاجة اي حاجة مجرد ما بتعملي بالمعلاقة كده بقى هتقطع فما نزودش مدة استوى نفس الكلام اللي ما قلتلكم في الجنباري لو الجنباري زاد مدة استوى بتاعته هيبقى اا بيعود مش هيبقى حلو يعني هزا لو كنا احنا كلنا شوية من الجنباري اللي كان موجود هنا كان مستوي اهو بص بص بيقولوا من ورا الكاميرا اهو كان مستوي ودايب فطعمه حلو قوي فيه العضة الحلوة اللي احنا عايزنا فاثبطوا بس مدة التسوية بالنسبة للبحريات هتاكلوا احلى سمك سدوني او جنباري او اي حاجة من هذا القبل طيب شوحت الخضور مش عايزة برضو الخضور يدبى الاول انا عايزة احس بيه ان هو لونه فرش ولونه ظاهر بعد ما شوحته هحط شوية شبهة على فرش مش مكتوب في الوص بس هحطه بطفي بشوية عصير لمون زي ما قلنا كده عصير لمون لمونة كبيرة وقلب تقليبة اول ما شم ريحت اللمون طلع عندي هروح نازلة على طول بالصبيت والله عايزين حلقات زي ما هو كده ماشي عايزين تخلوه متقطع مكعبات صغنانة او بالطول شرايح كده ممكن برضو على حسب زوجكم انتو ناخد كده دي ودي وهقلب دلوقتي كده كله مع بعض مش هساكوا بقى بعد كده تقولوا احنا مش بنعرف نعمل سمك في البيت والله الموضوع سهل لو بس انتو خدتوا الخطوة كده وجمدوا قلبكو وانا معاكم هروح منكم فين فاي حاجة تعزوها تكلمونا بعتننا على رسائل الصفحة ان شاء الله اللبي كل طلباتكم يلا بينا هامل ايه دلوقتي وداخل فاصل يا فامي طيب ماشي ما تستنوا دقيقتين كده ولا عايزينوا حيلا حيلا خلاص لا خلاص تعالوا ناخد فاصل هناخد فاصل سريع ونرجع ليكم من تاني نكمل مع بعض بقى خلاص هنختم حلقتنا بس نحط العصير التماطم وندخلوا الفرن ونشوف بقى بقية الاكلات بتاعتنا النهاردة فاصل ونرجع ليكم من تاني موسيقى رجعت لكم بعد الفاصل ما غفتش عليكم والرواح بقى مش ممكن طيب احنا فاضل قدي افهموا قول لي كده هلوة قوي طيب بصوا عندي الصبيت اتشوح مع الخضار وخضار لونه برضو مازال حلو ومزهزة بروح بقى عاملة ايه بعد خلاص ما حسيت ان هو اتشوح تمام وراحته ظهرت عندي جميلة بروح حتى عصير تماطم ممكن بدل عصير التماطم نحط كريمة يبقى طاجن صبيت بالكريمة ممكن نحط لبن ودقيق هيبقى برضو عمدي بالسوس الابيض فعلى حسب بقى اللي انتو حابينه هزوي بس شوية مية صغيرين لان التماطم دي مركزة قوي عندي ناخد كده حبة من المية مش كتير يعني حبة صغيرين مثلا ايه تلت كباية وهنزل بشبت بقى عشان عيني على الشبت ده من بدري بصوا هيزبط زي اللون بسيبه بقى بالزبط يغلي هنا غلوتين وروح نقلال طاجن ومدخلال فرن بياخد وقت هدقيه بالزبط بالزبط عشرين دقيقة ويبقى جاهز معايا ودايب وزي الفل ده عملنا منه نسخة عشان الوقت لكن نزانية السمك استوت على فكرة لسه فتح عليها حالا بس مرضتش نقلها غير لما ترجعوا شايفين بقى شكله حلو ازاي ولونه جميل بس خلاص هنروح هاملين ايه نروح سايبينه يغلي شوية على النار وبعد كده نروح حطينه طاجن ومدخلينه الفرن تعالوا بقى نفتح وراءة السمك اصلا راحت اتحفها يعني قبل حتى وهي في الفرن كده بتاعت الرويح بتاعت التدبيلة البسيطة اللي احنا عملنا تطلع عندي فهتاكلوا بقى شوية سمك متبل زي السكر ان شاء الله من ايديكم ايه بصوا الجمال ورق الزبدة هو زي الفل طلع بس حتة عايز اوريكم استوي ازاي دايب مش مستحمل نقطها كده هم 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 هلوة قوي قوي عايزة بس شوية عصير اللمون يعني وانتو بتاكلوا كده تعصروا اللمون هتبقى معايا زي الفرن عايزة بقى نقلها ننقلها كده هنا ان شاء الله تتنقل على طول بدون خسير بتاعوا كده ايه هي سخنة طبعا بس ربنا الحافظ اخذ كده بس كده زي الفرن نشيل دي بس مش عايزينها يا مادام يوس والله كنت لسه في بالي حالا ربنا يخليك الله يكرمك ربنا يكرمك يا رب يروح على قولي انا شفت الحلقى مبارح وكده جميلة تسلم تسلم ايديكي الكبسة خطيرة تسلم عمرك يا رب ويوم مكارونا دي عايزةك والله لا ده حاجات حلوة قوي ربنا يكرمك الله يخليك يا رب ويكرمك الله يخليك قلت عايزة اقولك على مكون سحري بقى في الكبسة انا بحطه اتنين تابلين اه ايه وايه ما سمعتش بوزكي حاجة شيبة وخلونجان خلونجان اه انا عرفاية التاني ايه؟ شيبة طيب دول اللي اضيفهم مع بوهارات الكبسة اللي احنا عملناها؟ اه يا سلام هعملها بكرة هعملها بكرة وهدعيلك بس من غير حاجة والله هعملين شوية يعني مش اي عطار تلاقيه وقت لقيه عندهم العطار بتاعي انا جبتنا عنده خلونجان قبل كده ايه واي ما كده عنده الشيبة كمان شيبة وخلونجان اه هجابهم النهاردة انا مروحة تسلم عيوني لا ده انتو الاصل والله الله يكرمك يا رب يا مدام يسر ويخليك ودايما منوراني ومنورة الدنيا كلها طيب بصوا صنية السمك ورقة السمك رحتها روعة شوية الخضار بقى اللي قلتلكوا عليه تعالوا كده نحطوهم هنا هتتخنق عليهم مع شوية روز ابيض عايزين تاكلوها بعيش كلها بعيش عايزين تاكلوها مع روز ابيض روز الصيادية ده بتاعكم انتو عايزين تحطوا شوية كريمة كده على الويش وهيب ستوي برضو هتبقى حلوة وجميلة تعالوا نقدم الماكارونا اللي بالجامباري اللي راحتها قلبة الدنيا دي ونبقى كده خلصنا حلقتنا النهاردة تعالوا كنانسامي بالله بصوا بقى النعومة شوية ماكارونا بالجامباري حكاية ان شاء الله تجربوها كده وتطلع معاكم احلى كمان من اللي احنا عملنا اخبت بس شوية من الصوس كده بصوا النعومة بتاعته عاملة ازاي والماكارونا الصوس ماسك عليها يعني مش سايبها وبيجري في حتة لا الصوس مزبوط عليها زي ما قلتلكم تسيبوها شوية على النار تشرب من بعد كده وتدي الماكارونا تترى من الكريمة طيب الجمال اللي عندي هنا هنقله حالا في طاجن زي ما قلتلكم يغلي شوية على النار وبعد كده بنقله في طاجن عشان يكمل تسويه معايا ويبقى طعمه حلو ومزبوط بيبقاش بيشد ولا فيه اي مشكلة انا خلصت هنقله في طاجن اه ايه على طول مفيش حاجة تعاني لا 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 ما احنا عاملين بقى واحد اهو حط بقى الطاجل السبيت شوف انا عايز اعمل حاجة حالين قبل ما نختم ناكل شوية شبت في الاخر خالص كده تقليبة شبت مع الوصفة دي بيبقى حلوة قوي وخلاص ونقله بقى في الطاجن الحرب طاجن فخار صانية اي بايركس حتى برضو هتبقى لطيفة وننزل بها نطاجن كبير شويتين بس مش مشكلة هنتعامل هاريكو بقى اللي مستوي بالفعل ومتشكشك واخد كده تسبيكة في الفورن طالع شكله حكاية تعالوا نبص عليه ده كده اللي هندخله الفورن تعالوا بقى نشوف ده بصوا بقى الجمال هطالع معاكم علاقة برضو ناخد رشة شبت بقى يعني شوية الشبت اللي عندنا دول حاجة بس على الحروف عشان ايه مغطيش المنظر الجمالي ده وهاخد معلقة او حتى شوكة لا معلقة عشان سوس يطلع معي تعالوا بقى نشوف الحلاوة بصوا شايفين دايبة ازاي دايبة مش مستحملة والخلطة كده مشكشكة مع الفلفل مع شوية الشبت اللي حطناهم في الاخر على الوش مديني طعم هيل ممكن هنفيك هتحطوا بطاطس جوه والله هتبقى حلو وتبقى برضو طعمها مميز يبقى عملنا النهاردة مع بعض الاكل يجوه يعني حلقة نهاردة الجوه كده وما خدتش وقت مننا خالص عملنا ورقة السمك بطريقة بسيطة جدا بخلطة خضار هيلة هتطلع معاكم انساء الله زي السكر عملنا كمان المكارونة بالجنباري بتشترهاش منبر خلاص هنعملها على ادنا في البيت باسهل طريقة زي ما انتو شايفين ما خدتش وقت نهائي وطلع ريحتها خطيرة طاجن السبيت كان اخر وصفه معايا الصفرة دي كانت محتاجة لمون نعنيع عشان ايه ينزل يبارت كده بعد البحريات دي ويهدم او ممكن لما انرايب برضو على حسب ما تحبه ان شاء الله جربوا كل الوصفات النهاردة وتبعتوه لي على صفحتي وعلى صفحة سي بي سي صفرة تعالك نحط الطاجن ايه وا هتوقع وبس خلاص شوفكم بكرة في حلقة جديدة على خير وهستنى تطبيقاتكم ومكالماتكم وكل حاجة حالة منكم اشتركوا في رحاية الله باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة